أهلاً بكم في مقرر الكيمية الكهربية كام 233 نواصل في الوحدة 11 وهي التوصيل الإلكتروليتي كيف يتغير التوصيل النوعي بتغير درجة الحرارة؟ يزداد التوصيل النوعي لأي محلول إلكتروليتي إذا زادت درجة الحرارة وذلك بسبب نقص لزوجة المحلول وبالتالي فإن سرعة الآيونات المذابة سوف تزداد من المعلوم أن لزوجة المحلول تنقص نتيجة لزيادة درجة الحرارة وبالتالي التجاذب بين الجزئات يصبح أقل وبالتالي فإن الآيونات سرعتها تزداد مثلاً لمحلول كلوريد البوتاسيوم تركيز 0.1 عند 291 كيلوين فإن التوصيل الإلكتروليتي يساوي 1.29 في عشر استسالة 2 أوم أسي ماينس 1 سنتيمتر أسي ماينس 1 طيب إذا زدنا درجة الحرارة 7 درجات كيلوين فإن التوصيل الإلكتروليتي يقفز إلى 1.12 أوم ماينس 1 سنتيمتر أسي ماينس 1 لذلك يجب قياس التوصيل النوعي لأي محلول إلكتروليتي عند درجة حرارة ثابتة طيب ما هو أثر تغير التركيز على التوصيل النوعي من المعلوم أن درجة التوصيل النوعي عند حرارة ثابتة تعتمد على عاملين هما عدد الأيونات الموجودة في وحدة الحجوم والسرعة التي تتحرك بها الأيونات طيب بالنسبة لمحلول إلكتروليتي قوي مثل ملح كولوريد البوتاسيوم فإن التوصيل النوعي يزداد بزيادة التركيز واضح هنا في هذا الرسم كلما اتجهنا نحو اليمين على المحور الصيني فإن التركيز يزداد بينما كلما اتجهنا إلى الأعلى على المحور الصادفين التوصيل النوعي يزداد إذن التوصيل النوعي يزداد بزيادة التركيز حتى نصل إلى نهاية عظمة ثم يتوالى النقص في التوصيل النوعي إذا زدنا التركيز هنا هي النهاية العظمة بعدها إذا زدنا التركيز فإن التوصيل النوعي سوف ينقص ما هو السبب في ذلك؟ السبب هو أن محارلة الإلكتروليتات القوية وبخاصة عند التركيز الأعلى يكون لها توصيل نوعي أقل مما هو متوقع بصفة معقولة وذلك لأن المسافات بين الآيونات تصبح أقل كلما ازداد التركيز ونتيجة لهذه الزحمة في الآيونات فإن التجاذب بينها يصبح كبيرا وبالتالي سوف ينقص وبالتالي سوف يحدث نقص في السرعات الآيونية وتعرف هذه الظاهرة بظاهرة التداخل الآيوني أو آيونيك انترفيرنس طيب هل يختلف التغير في التوصيل النوعي بتغير التركيز لإلكتروليت ضعيف؟ نعم من الملاحص في هذا الشكل أن التوصيل النوعي يزداد بزيادة التركيز ولكنه يصل إلى نقطة يصبح التوصيل النوعي ثابتا حتى إذا زدنا التركيز ولا يمكن استخدام ظاهرة التداخل الآيوني في تفسير منحنى التوصيلية لأي إلكتروليت ضعيف مثل حمض الخليك أو الأسيتيك لأنه ينتج عددا قليلا جدا من الآيونات في المحلول حيث أن زيادة التركيز حمض الأسيتيك ستعطي زيادة قليلة في الآيونات بينما تكون الزيادة في عدد الجزئات كبيرة وبذلك فإن زيادة التركيز لا تؤثر في التوصيل النوعي ولا تزيد أيضا من عدد الآيونات وبالتالي لا يحدث ازدحام لذلك لا ينقص التوصيل النوعي ولكنه يظل ثابتا نهي هذه المحاضرة ونلتقي في دروس لاحقة لشرح مقرر الكيمية الكهربية كم 233 تلتين